ده اللي شجعك إنك تكتبي بيت الخرومفش هو ده كان السبب الرئيسي إنك تكتبي بيت الخرومفش ولا كنت حابة إنك تدي نموذج كمان للقارق أو نموذج للشباب والسيدات والرجال عن شكل البيت الدافي ده ممكن يطلع منه إيه؟ كل ده مجتمع فعلا يا فزراني يمكن كان الأساس يعني هي كانت رسالة وفاء لزوج وشخصية ندرة الأشخاص الأيكونيين اللي هم بيكونوا نمازج نكحة وعندهم قدرة على العطاء وبيأثروا في محيطهم بيأثروا في الزوجة وفي الولاد وفي أصلا في أسرتهم بيأثروا في محيط عملهم الأشخاص دي لازم دايما طول الوقت نذكرهم بالخير ونديهم مثل وقدوة علشان ندي الأمل إن فيه كمان حاجات حلوة يعني يمكن دايما نحن بقول خبر الصحفي دايما بيعتمد على الأخبار العكسية يعني ما نقولش يعني كلب عبد مواطن لأن دا طبيعي لكن لو قلنا مواطن عبد كلب هو دا الخبر دا في الصحافة السريعة الصحافة الخبرية اللي بتطلب تسعى وراء الإصارة لكن الحياة الحقيقية فيها نمازج حلوة زي ما فيه تحديات وصعوبات وعلى فكرة دا الأكتر إحنا بيوتنا العيلة المصرية اللي هي نواة المجتمع دا مش كلام نظري دا حقيقة إحنا ضربين بجذورنا في أعماق التاريخ وأنا تولدت ونشأتي كنت محظوظة إنها موجودة في قلب التاريخ طبعا الجمالية وشارع المعز دا في قلب التاريخ بالزبط طبعا يعني أنا الطبيعي إن أنا كنت بتضرب يعني يمكن في الصيف كنت بروح أتعلم إزاي إن أنا أتعلم الحرف اليدوية في بيت السحيمي وفكالة الغوري فحرك متخيلة أثر العمران وأثر الحضارة والتراث المصري على نشأتي وتكويني وإزاي خلوني عندي اعتزاز وفخر شديد وزودوا الانتماء وارتباطي بالوطن إنه هو مش مجرد بس مكان يحتضرنا دا مكان شكل كل حاجة في داخلنا مكان احتوى أيامنا وإن إحنا جذورنا عميقة وعريقة وعظيمة جدا صحيح صحيح وهي دي مصريتنا الحقيقية واسمحي لي أقول لحضرتك إنه زي ما كتبتي عن العميد إيهاب الله يرحمه وزي ما قلتي إنه هو قدوة وإنه هو مثل مشرف اسمحي لي كمان أقول لحضرتك إنه حضرتك كمان قدوة وحضرتك كمان زوجة مخلصة جدا ونموذج مشرف للزوجة المصرية وللأم المصرية المخلصة القوية المسؤولة الحقيقي يعني أتمنى إنه طبعا زي ما حضرتك قصدتي إنك تدي نموذج لزوج حضرتك الله يرحمه أنا أحب كمان إن اللي يقرأ الكتاب يتعلم من حضرتك مش بس يتعلم منه